اشتركوا في القناة مزيفة وغير مطابقة للمواصفات الاصناف تباع في الصيدليات رغم حظرها والصيدلة تضع استراتيجية لحل الازمة وتؤكد الخسائر تصل الى خمس مليارات سنويا خلي بالك انا مرة كنت قاعد في حتة كده وقاعد رجل عظيم كده جميل اصمراني كده جميل فقالولي ده ملك الدواء يعني هو يعني عرفني ورح تسلمت عليه وعادت ما هو بس في ايه في الادوية عالم للي ما عرفش وان كانت اعتقد كل الناس عارفها عالم فلوس ايه زي المخدرات واكتر يعني عالم مهول لان الادوية في الغالب المادة الفعالة بتاعتها والحاجة بيش غالية مش كلها غالية فالمكاسب دكتور حسام حريرة عضو مجلس نقابة الصيادلة دكتور حسام مساء الخير يا فنم ازاي حضرتك الحمد لله تمام ربنا يباك خلط مش اللي انا بقوله صح برضو ولا انا غلطان في ان مكاسب الادوية يعني هائلة للمافيا بتاعتها بس انا مش بتكلم على هي بتروح لمين انا بتكلم على انها مكاسب هائلة بتروح لعدد قليل من الناس لصوص الدور دي تاني دارة في العالم بعد السلاح تاني دي حجم التجارة تاني دولة في العالم بعد دارة السلاح تمام يبقى لنا اللي بقوله مزبوط كنها بقى بتروح فين تذهب لغير مستحقيها فيه مافيا وفيه عالم وفيه بتاع طبعا المافيا دي دكتور حسام فيه طبعا ليه فروق احنا شعرنا يا جزيز محمود كاس وفيه تعبان وفيه سم موضوع الدواء دا تلاحظوا شقي ممكن يكون سبب في الشفاء وممكن يكون سبب في تدمير صحة المواطن والمجتمع اه اذا طبعت ليه سياسات خطأة اه وعدم متابعة وعدم اجراء التفتشات اللازمة على الادوية بشكل مستمر طيب سيادتك دلوقتي عندي خبر من اليوم السابع الغش يضرب سوق الادوية ايه الحكاية دي يا دكتور حسام اه فيه كذا مصادر للغش فيه مصادر اللي هي فيه مصانع بير السلم المواحد بيجي على مكان كده غير مرخص وغير آآ واخد الجراءات اللازمة للتصنيع السليم وبيجي جاي فيه شوية مكان وبيجي معادي فيه اي حاجات وآآ ده من صدر للسول فيه حاجة تانية لادوية المخشوشة اللي هي الادوية اللي بتيجي من برة ومش وغدا تصريح الدخول في مصد تيجي مهربة من الخارج طيب دكتور حسام خمسمية او فلوموكس انا مش ضليع او في الادوية الحقيقة وصول فين او صول فين اللي هو ده وقحة فيه مشكلة دكتور حسام اهلا بيك يا دكتور ايه حاجة ايه حكاية الفلوموكس دوت والصول فين دوت دول دوين يعني فيه مشكلة في كبسولة تشغيلة رقم كذا اه في تشغيلة طلعت من المصنع مش متابقة من المواصفات وطلع منسور من ضالة مركزية فوزات صحة بسحب الصنفين من طيب اه طيب مش السيادلة ان شاء الله يشيلوا الحاجات دي ولا يسيبوها يبيعوها برضو ولا ايه الحكاية دي يا دكتور والله ممكن يا عزيز محمود المنشور نفسه بتاع ضالة مركزية ما يوصلش للسيادلة في السيدالي بيفضل في صدريته للدو رب نعمل ايه بقى طب والناس تاخد الدوة مضروبة يا دكتور المفهوض الدوة ما يطلعش من المصنع غير بالتفتيش على كل تشغيلة طبع منه بس هو طلع هنعمل ايه بقى نحاول بقى نشوف سياسة مع عوضات الصحة وقلنا الوضع مش هيستقيم مع تاني اتجارة على مستوى العالم بعد السلاح سلاح بتجد في الجيش تاني اتجارة على مستوى العالم الدولة لازم تعمل لها جهة مستقلة تدور المصالح بتاعتها وتحط سياساتها انت كنت ساتك مشرفنا انا قلت عايزين هيقى عليا للدواء كل يا سيد محمود هتكلمني في اي مشكلة هقول لك عايزين هيقى عليا للدواء طيب قولي عليا للدواء انا ممكن سألت حترك السؤال ده وانت معايا نرجع نسأله تاني وقت يا سيد محمود انا عندي التفتيش السيدالي في وزارة الصحة ما بيبقاش عنده عربية تنظيم القصر يبقى عنده عربيات خاصة بيه يعني انا عندي في كل مدرية فيه تفتيش سيدالي التفتيش السيدالي يبقاش عنده عربية من حقه يطلع بيها يفتش على الاماكن ده تبع ايه ده ده تبع غزارة الصحة تبع غزارة الصحة مفروض مهمته انه يروح يفتش في الاجزاخانات اجزاخانات ومصانع واي اماكن فيها ده وموجود ما عنده عربية ما عنده عربية وما هيلف على الاجزاخانات ازاي في بعض الاماكن النقاء بتوفر 3 أيام مثلا عربيات للتفتيش السيدالي اللي فيها وبيخشوا اماكن وبيتم الاعتداء عليهم وبيتعفع عليهم البواب والحاجات دي كله بيعتد عليهم من مين من بعض الأماكن غير مرخصة وأماكن صيدلات اللي غير صيدلات اللي غير صيدلات اللي غير صيدلات وبما أصلهم بيفتحوا الصيدلية ممكن مش لصيدلي يا فندم ناو احنا بنقول احنا كان خالص صيدلات بنمتنع عن أعطاء الاسم التجاري للصيدلية طب أنا عايز أكس سؤال فني يا دكتور حسام ما عليش تسمح لي باتفضل هو أنا دلوقتي ممكن أفتح الصيدلية لا لازم دكتور لازم دكتور طب كويس التحايل اللي هو ايه بقى أنا كنت هتجيبه الدكتور وحتترخز باسمه الصيدلية وحتسحيلت بصيدلية ملكة وانت بقى اللي تتاجر فيها يعني حكت بالصيدلية باسمه ها لا ما يبقاش ده برضو هو يعني يا أستاذ محمود ده أنا آخر التشريعات طلع عليها في أواخر الستينات ايه آخر التشريعات طلع لمزورة المهنة أواخر الستينات مش مشكلة أواخر الستينات أو أواخر الاربعنات المهم من أنها فيها المضمون والمطلوب لا ما فيهاش المضمون يا أستاذ محمود احنا كان عندنا خمس ستة أدوية زمان وعندنا شوية أدوية بنركبها في المعمل وخلاص أدوية عند عشرة تلاف صنف متدول في السوق طيب دكتور حسام من فضلك يعني عشان نبقى محددين يعني ضع لي في نقاط متسلسلة كده واحد دين ثلاثة أربعة لإنقاذ هذا الوضع المتردي وإن فيه أدوية في السوق مخشوشة ماذا نفعل لإنقاذ الوضع ده يا أستاذ محمود تجارات الأدوية من تجارات الحسة جدا وبنعتبرها أمن قوم المصر طبعا من رقم واحد من رقم عشرة هيئة عليا للدواء يديرها سيداري تابعة لرئاسة الوزراء طيب كويس لأن يتقيم حال الدواء في مصر طول ما هي تابعة لوزارة الصحة كويس يا دكتور حسام احنا ما اختلفناش على طلبك في هيئة عليا للدواء أنا بناشد معاك المسؤولين أن يفكروا في هذا الأمر ويدرسوه أنا بكلمك على وابع راهن دلوقتي الدواء فيه سم قاتل دلوقتي فيه بنت أو فيه ولد أو فيه راجل رايح داخل الأجزاخانة حاليا دلوقتي بيشتري في الوماكس دوت ولا السلوفين دوت ولا حاجات كتيرة قدامي يعني انترلوب وانترلوك حاجات زي كده هم دلوقتي راحين يشتريوا الدواء ازاي ننقذ الموقف ده ننقذ الموقف إنه احنا الموضوع بتاع الفوروماكس والآآ احنا بنحاول كالنقابة بنوزع المنشور على كل الصدلات اللي احنا نقدر نوصلها يعني ان شاء الله يعني التسعين في المية من صدلات حنكون وصلنا لها بإذن الله يعني طيب طيب والسلوفين دوت والسلوفين كذلك فوروماكس والسلوفين طب ده فيه دمي ليحة كبيرة تم ضبطه حزير عدم مضاحة طبية وتشغيلات يسمى ايه فيه ده بالسلوفين والسلوفين والسلوفين فيها جات تانية ممكن بالكوتش يا نهرى بيض انت حتخوف الناس اكتر مش يخوف يا سيد محمود مش احنا لازم نكون عارفين المشكلة عشان نعرف نحلها ولا احنا لازم نخبي المواضيع على طول لا لازم نتكلم بصراحة احنا عندنا مشكلة نصر عندها مشكلة مثل اقتصاد نصر عندها مشكلة كذا انا عندي في الدواء انا عارف مشكلتي انا معنديش رقابة على الادوية في نصر بشكل سليم ومحترم وزارة الشاحة انا باعتبارها وزارة اصباء مش عارفة طيب يا دكتور حسام اسمح لي اسألك سؤال السؤال يعني يمكن يكون يدايقك شوية بس هو يعني سؤال هل في في عالم السيد اللي عندنا في مصر فساد كبير ولا محدود ولا بسيط حجم فساد غير غير متوقع وغير متخيص يعني ايه ما تقولي بقى رقم التلاتة اللي نقولتهم دول لا 95% فساد كم 55% 95% يا نهر ايه سود في عالم السيدلة في عالم الدواء ما هو اللي بيبعو السيدلة لا الهاوى الدواء الا بيشتري من السوبة الماركد لا انا هقول لك السيدلة السيدلة لو كمان هم مش مسكين المواضيع في السردلياتهم جامد وهم اللي بيبلغوا عرسولوموكس وعرسولفين وعن حاجات اللي بتشوفوها ما كانش الحياة الوصل لكده احنا بنحاول نحمي حياة المريض المصري بكل الطرق اللي في كدهنا بس المنظومة بايضة وفي مفيا فيها احنا مش حضر ننسى على كل حاجة انا بسأل ساتك السؤال للمرة التانية الصيدالي الذي يبيع ليه الدواء الفساد في هؤلاء نسبته قدية دكتور حسام لا يزيد 5% لا يزيد وما انت قلت 95% لا انا بتكلم على منظومة يا أستاذ محمود منظومة انا بشاركة لديها البلد انا بقول لسياتك دلوقتي انا الدواء انا بشتريه من الاجزاء حاجة لا الفائداليات يا أستاذ محمود مش دخلة في المنظومة دي ايوه ممكن تبقى هي معلش طيب ممكن تبقى هي مش في منظومة الفساد لكن ممكن يكون بيجي لها الدواء فاسد بنسبة قدية هو متعرفش خلاص حكم الأدوية المخشوشة في مصر كان في تقرير معمول من الفترة ان هو بنوصل الى 30% 30% اه شامل كذا مصدر مش في السردالية بس يا أستاذ محمود في مصدر اللي هو قلنا في العادات ودي بالقاطع يا دكتور طيب دي بالقاطع مسؤولية مسؤولية وزارة الصحة نعم يعني 30% دواء مخشوش دي بالقاطع مسؤولية وزارة الصحة هو مسؤوليتنا كلنا يا سيد محمود انا ما بقى نفعش نعمل مسؤولية على واحد بس هي وزارة الصحة عندها عب اسمه الدواء عليها والناس عندها وزارة الصحة بتدور على التمريد وبتدور على الطبيب وبتدور على الدواء وبتدور على الاداريين اللي في المصفحات وبتدور على العمال انا بقولك انا عايز اطلع قطاع الدواء الواحد يكون فيه ناس مسؤولة عليه لانه بقى بقاش حجم صغير حاليا طيب دكتور حسام حريرة عضو مجلس نقابة السادلة انا بشكرك جدا الوزير الصحة حاولنا نتصل بيه وفي اجتماع واحنا طبعا مصدقين وبنقدره اه حاولنا نكاول الدكتورة هودة عبدالخالي رئيس الادارة المركزية للسادلة ما بتردش علينا معلش جايز ترد بعد شوية ما كنت تكون برضو في اجتماع وان كل الناس بتشتغل وربان يكون معاهم بصيح النهار ده الجمعة لكن مش كل الناس بتاخد اجازة من الجمعة وانا يعني معلوماتي انا الدكتور عادل عدوي انا لم علتقي بيه ابدا انما معلوماتي انه بيشتغل بيجتهد بيبزي الجهد كبير في محاولة اصلاح يعني هقول لكو زي ما قال الرئيس اللي اصبق محمد حسن مبارك لما قالوه انت حتدي البدادة لابنك قال لي هلديه مخرابة ده ده كلام حسن مبارك اللي اسمعناه قالوا اللي ابنه انه هتدي له ايه ف عندنا مشكلة جامدة هو كلام اللي قاله الدكتور حسام ببسيط انه انت وطبعا الدكتور حسام عضو مجلس نقابة سيدلا يعني رأيه يعني مجروح يعني شهادته مجروحة ما ينفعش ان احنا نسأله السؤال اللي انا سألته ده انا غلطان في السؤال لانه ما يعني هو طبعا اكيد هو اجاوب بصدق يعني مش بشكك في اجابته لكن السؤال شهادته مجروحة شوية لانه سيدلي وانا مش بتهم السيدلا لان انا عارف ان الحكاية اعلى من السيدلا السيدلي بيجي له داوة مع ليه تاريخ الصلاحية تمام بيبيعه ملوش داوة انما فيه ما فيه ادوية هو 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 عالم عالم كبير جدا زي ما قالك الدكتور حسان بادي المعلومة الدقيقة اللي ادقم المعلومة اللي انا قلتها انها لتجارة تانية بعد تجارة السلاح مش المخدرات هي الادوية فيه حاجات كده بتاب بس يعني دازم شوي تم يلا بينا ناخد فاصل بعد الفاصل تقارير اليوم بحيرة قارون يقتلها التلوث منطقة المزاريطة بالبساتين الاسم مستوحى من مسلسل كوميدية والواقع رعب وفقر يملأ قلوب الاهالي تلأت ريب ببنها المدينة المنسية من ذاكرات التاريخ ترجمة نانسي قنقر